لم تكن المزارع الحيوانية والإيبل خاصة معروفة في الصومال حتى وقت قريب والرعاة كانوا يتحركون بإيبلهم بحرية في المراعي الطبيعية الشاسعة ويبيعون الحليب في أقرب قرية أو مدينة مستخدمين أوعية تغليدية مصنوعة يدوية لكن مستثمرين صوماليين خاضوا حديثا تجربة مزارع الإيبل وإنتاج حليبها وبيعها في الأسواق هذه أول مزرعة للإيبل في هذه المنطقة وبدأت بعدد قليل من النوق لكنني توسعت فيها بعد أن رأيت أنه مشروع واعد وإنتاجنا وصل إلى نحو 400 لتر في اليوم ونخطط حاليا لإنشاء مزارع جديدة للإيبل ويوجد في هذه المزرعة الكائنة بالقرب من مقديش أكثر من مئة ناقة ويتم احتلابها مرتين في اليوم ثم يوضع الحليب في حاويات معدنية مخصصة لذلك ومن ثم يتم نغلها إلى المدينة لتوزيعها على المحلات والمطاعم والمنازل أيضا أنا أتناول حليب الإيبل مرة في اليوم وأفضل حليب مزارع الإيبل الجديدة فهو أنظف ويعد بطريقة صحية كما أنه يصلك بعد فترة قصيرة من حلبه من الناقة ويعتبر حليب الإيبل مشروبا أساسيا في المدن الصومالية ويقدم مع الوجبات والشاي والقهوة أو يتم تناوله منفردا وفي البادية يعتمد الرعاة أحيانا على الحليب فقط لعدة أيام دون تناول غذاء آخر ويشار إلى الشاب قوي البنية بأنه رابع حليبا نوقا عملت راعيا للإيبل سنين طويلة في البادية لكن العمل في مزرعة الإيبل مختلف لن تضطر إلى السير مسافات بعيدة ولم تعد المياه والعلف مشكلة ويفضل كثير من الصوماليين حليب الإيبل التي ترعى المراعي الطبيعية وتقتات على مختلف النباتات والأشجار الباسقة بدل حليب الإيبل المعلف الذي يقولون إنه يفتقد الطعم لحليب الإيبل من يريد أن يشبع من حليب النوق يسير على خضاها مقولة صومالية قديمة إلا أن الراعي هنا مرتاح نسبيا ولا يتجاوز أسوار المزرعة وإيبله مهمة له بقدر ما تنتجه من ألبان ليبيعها طازجة للمسالكين علي حالني بي بي سي مقاديشو